ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا والله ومسهلا وحياكم فيديو جديد معنا عبدالغفيص واليوم سأقدم لك استعراض سريع لأجهزة الراوتر الجديدة ومقويات الشبكة من هواوي لدينا الجهاز الأول الميش 3 والذي يأتي عبارة عن ثلاث أجهزة لتوزيع الشبكة وتقوية الإنترنت والجهاز الثاني هو الواي فاي AX2 وهنا سيعطيك الواي فاي 6 الجيل السادس والذي يقدم لك سرعة أكبر وكذلك أداة أفضل إذا شبكت عليها أجهزة كثيرة أو كنت بمكان مزدحم وأيضاً أفضل بتوفير الطاقة وطبعاً موجود بكل الجهازين ولو نبدأ مع المشي 3، دعنا نفتح الصندوق ونشوف المحتويات بشكل سريع مثل ما تشوف في عندك الثلاث أجهزة هذه اللي بتستخدمها لتوزيع الإنترنت طبعاً واحد هو الجهاز الرئيسي والثانية توزيعهم عندك في البيت أيضاً في موجود عندك الكيابل كيابل الكهرب وأيضاً كيابل الشبكة أو الإيثرنت الموجود مع الأجهزة طبعاً المشي 3 مناسب لإستخدام المنازل والأماكن الكبيرة كونه يوفر لك ثلاث قطع أو ثلاث مقويات مثل ما قلناً تتصل مع بعضها طبعاً الأول أنك تشبكة عندك أو الفكرة أنه هذا تشبكة بالقطع الأساسية مع المودم عندك سواء كام 5G أو الفايبر والقطعتين الباقية توزيعها عندك بالبيت والتغذية مكتوب أنه يغطي لك حوالي 600 متر مربع من المساحة إذا وزعتها بشكل صحيح ويعطيك سرعة توصل إلى 3000 ميجابيت بالثانية طبعاً من تجربتي بشكل عام مع أجهزة المشي أقدر أقول لك أن العوازل تأثر بشكل كبير كذلك بعد الأجهزة عن بعض يعني صحيح أنها تغطي لك 600 متر مربع لكن كلما كانت أقرب كلما كانت السرعة أفضل وكلما رحت أبعد ابتقل السرعة أيضاً لديك نظام هارموني للميش والذي يسمى هارموني او اس ميش بلس وهنا يقدم لك مجموعة مزايا لإدارة الشبكة مثل دمج الترددات بين الخمسة جيجا هيرتز والاثنين ونصف جيجا هيرتز أو أيضاً لدينا الهوم سيكوريتي لحماية الشبكة الآن لدينا الجهاز الثاني الواي فاي اي اكس تو نفتح الصندوق بشكل سريع تحصل لديك الراوتر بهذا الشكل طبعاً تشوف لديك الأربعة الأنتينة الموجودة فيه الحجم صراحة صغير يعني بصور كنت متوقع أكبر من كذا أضعاً في عندك كابل الشبكة وكذلك كابل الشحن أو كابل الكهرباء عشان توصله بالكهرباء وجهاز الواي فاي الاي اكس تو يدعم الواي فاي سيكس مثل ما قلنا كذلك تردد الفايف جيجا هيرتز وهو مصمم للشقق أو المكاتب والأماكن الصغيرة فهو بغطي لك مساحة صغيرة يعني حسب كلام هواوي شقة من ثلاث غرف تقريباً أو لو أنت عندك غرفة بالبيت أو ملحق خارجي وتوسع الشبكة من الراوتر الأساسي يفيدك هذا الراوتر طبعاً معدل النقل أو السرعة التي يدعمها توصل 1500 ميجا بيت بالثانية وهو يعمل بنظام هارموني أيضاً ويدعم التبديل التلقائي بين تردد الـ 2.4 و 5 جيجا هيرتز وبما أن يدعم مزايا هارموني الأو اس المشي بلصف تقدر انك توصلها مع عجزة الراوتر الثانية ولكن لو أخذت اثنين أو ثلاثة ستقدر ان تعمل لك شبكة ميش بينهم وتربطهم مع بعض تحت اسم شبكة واحدة طبعاً هناك تطبيق AI Live من خلالها تقدر انك توصل الراوتر بجوالك حتى للآيفون والأندرويد وأجهزة هواوي من خلالها تعمل إعداد كامل وتتحكم بالأجهزة واسمها الباسورد وكذلك تحديث الأجهزة لو وصلها وضع لك روابط التحميل للتطبيق بالوصف أخيراً المشي 3 متوفر الآن بسعر 1499 ريال وفي نسخة ثانية تتوفر قطعتين فقط بسعر 1199 ريال وأما جهاز الواي فاي AX2 متوفر بسعر 209 ريال فهذه من ناحية الأسعار وهذا كان الاستعراض السريع حبيت أن نلقي نظرة سريعة على الأجهزة وأتمنى أن تكتبوا لي بالتعليقات استفساراتكم عنها لأن نوع أفعل فيديو يكون مفصل آخر نتكلم عن الأجهزة وكذلك تجربتها بشكل موسع مثلاً مزاية التحكم الأبوي وغيرها من الخصائص فاكتب لي بالتعليقات وحب أعرف ما أهم الأمور التي تهمكم في هذه الأجهزة لكي نركز عليها بالفيديو ونشرحها ويكون الفيديو مفيد أكثر وكالعادة لا تنسى الاشتراك واللايك وأشترك في فيديو جاي والسلام عليكم موسيقى